حسن النقطة أنه الفريق عنده برشا مع ناقص كمبيتسيون تتصورها في صحيح التراجي وإلا الفريق مرتاح معناتك وإلا بعيد على كمبيتسيون التي يتقلقه يجب أن يكون هو شوف أولا ساعة وعالمسلم لما بدء العام حكاية مالك على جوليباء ثم شوف من فميش فريق يوصل لدور مجموعات كاسرة في فريقيا وهو فريق لا تريق مفتوح ولا تروت فريق محترم جدا ولا بد من التعامل معه بمنتهى الجدين فميش كي بتوصل لدور مجموعات وهي متواضعة تقول لي لا شوف على مستوى الجوليباء لبير حكاية المدرب حكاية قال هو شوف منطق سيمنجي أنه أنا باش ننتظر ونحاول في البداية المقابلة ونحاول نطوع أو نبدل الرسمة التكتيكي متاعي حسب يظهر التراجي رادي تونسي لأنه التراجي كما حكينا نحن في فترة انتقال فني حسب ما بين الشاي اللي كان معه مع ميجيل كاردوزو وتوى هو طبيعي جدا أنه في رادس باش ينتظر تراجي شوف كيفاش تراجي تلعب باش هو في الأثناء ملوين خدمة المدرب هي لك المدرب مش قاعد في البنكة كيكا لتصاور ليه مو باش يتحرك هو يخدم ويحل فلوسه ويعطي الإضافة المنشودة وبالتالي باش ينتظر فيما الصعوبات على مستوى هو بش يكون حذر المشكلة في التراجي رادي تونسي كما بانت سنة الفارتة أو حتى سنة في البطولة أنه الفريق اللي يلعب لك في الدفاع ويعملك مكيمياش وحبه تيهبط البلوك متاعي تقال في مشكلة أنت مع أنه الظاهرين مهم شي أحسن مستويهم مع أنه حتى على مستوى الكورة العالية مكش في مكش في مكش تراجي حتى مع المدرب اللي يمشي مع البرتغالي يعني يتخلق في 14 كونسا سن كورنير ومخالفه ما بما حتى شي حتى على مستوى الخدمة في الكولات الثابتة ما فيهش خدمة كبيرة وبالتالي يعني قلت لك التراجي هو مطالب اليوم أن يلقى الحلول ويزم يكون اليوم يظهروا فلاتيتم تعالى عشان وحكيت على حسين متقاء وحكيت على كوناتي وحكيت على موكونا يلزم اليوم في الجو هذاك المتاع اللي بشتقاه فيه المقابلة باعتبارها أجواء مختلفة على البطولة أرادس دينياليل تقسموا لئم خمسة ثلاثة متفرج فماش تقول لي مليعب ذهنية نعم ذهنية فجيب له عيادة ذهنية بشي لعب موكونات كما هكذا مراوة عليك لا لا يعني ما بسراحة ومليعب ما عندوش عذر يلوم المليعب ما عندوش عذر ما في مين انا والله نبدأ الناس ناسمع في الزماليه في البلاتويت حكيوا شنا هو ذهنية ما فماش هما ذهنية شنا هو مليعب يقوم فيه ستين وثمائة مليون تقول لي ذهنية فماش ذهنية فما مليعب يقوم بالدورة متاعه ولا تنتدبه وقول لي والله انتي الداب فاشل لا 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 الهنات هو ستين مليون خطره فيه ذهنه وثين وثين وستين مثالي لا 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 بالحق رو سا سا بعد ساعات نقوله في كلام نحنا نحنا مش كملاحظين ولا كمحلين نبروا ولكن بصراحة نقعدوا يعني نتعاجل وشنا هو كيفاش مقابلة كما اليوم تستحق اليوم تحفيز في الجو متاع رادس وخمسة اثنين متفرج ورجع لك الفيراج ودني يقول وبالتالي بصراحة سقف الطموحات عالي جدا والتراجل اليوم يكون في مستوى ذلك السقف ويجسد يعني بصراحة انتظارات متاع جمهورة متاعه بشوف هذية مقابلات رايب تعب على جزيات هوا المدرب قال احنا جاهزين سمعتو انا في البالح في الكونفيرانس قال احنا جاهزين وحاضريين هما خمسة وثلاثين نجموا كونوا أربعين والخمسة واربعين لكن حذري من المدرب رايب النجم يفاجأ الترجل اليدي تونسي باللساكسيون بالدومينا معناها البرسينج من الدقائق الأولى حذري 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 حذروا قاعد يقول في كلام اللي موشوش يتبقو يقال لك مش نوقدو نستنى والتراجل هذا خطر موشوش حذري من الروماني محبش يقول ينجم رايب يفاجأك كيفش قريطة تصريحات المدرب أنت عليش تحكيت على النقطة انت حذري بانسور يجب ان يقول حذري ملا بش يقول رايب امورنا متعجبش تعليقة كيفش قريطة ومعناهم فهمتكشها خطر عمل تعليق على النقطة انت حقها الحذري لا لا معنتك يحكينا خطر معنتها موافقة حكاية الملاعبية يقولك تحذير ذهني مواحدك تماش كيتو دو بالمعنة مهم دول المدرب لا مهم بش يحط تكتيك الرسم واحد اما انت كملاعب يخويا بش تحط دم قلبك يا راجل يا مكش راجل معنتها نحكي كورة فهمت بشيارة حكاية البربراتور منتال انا معك في برشا حاجات بتباعها خطر توت بدلت شوي الكورة نحنا عانا مشكلة في الملاعبية التونسي لو انا عمناه لحتى كيتسألت برشا قلت ان البوست الوحيدة يزمها تجيبها الاسبرانس هي البربراتور منتال شوف انت الاسبرانس الديفات اللي عملتهم ولا متسارتش الكاليفيكاتيون بحكم يعمل ريزلطات بوزيتيف البرة في الاكسترير الجيل هنا يخسر التيتر متاعه ولا إليمينيه ما يتعداش كيمة كونتر ستيف كيمة كونتر اكزامبل الاهلي كيمة كونتر منعرش برشا جمعيات صارت ظروف التارج علش بريباراتور منتال نعرف الملاعب تونسيرا وفرجيل صورتو يحس روحو اقوى من الادفرسير وعمر زيرو زيرو الانه البررة وطوماتيكمو يهبتو يعمروا الاشمو وحتى الليكب ناسيونال صارتنا الملاعبية في الليكب ناسيونال حتى ينتيحوا معه النفوة قل مننا ديما نتفاشقوا وقلوا شنو السبب لك هذا هي زيما بريباراتور منتال رئيس جمعي يجيني ملاعبية يحكي ليها كانتردو نمشي وفاصل الأخير من حسدنا قبل هذا مفاكلكم بسونداج على اللايف ستريمينج في تشانيل يوتوب شنو توقعك مقابل تراجع اليوم مع جولي بافا وصحة تلتاو 58% فاصل وبعد نقام لقيت مواضيع حسنة